الدورة السادسة صفات الداعية الدرس الخامس إن من أوثق العلاقات التي قد تنشأ بين الناس هي العلاقات القائمة على الإسلام والإيمان الصادق فهي نابعة فقط من الإيمان بالله وحبه وقد ذكر الله ذلك في قوله سبحانه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إن القرآن والسنة النبوية يصوران العلاقات القائمة على الإيمان على أنها أقوى العلاقات فهي تمثل وحدة المسلمين من جميع بقاع الأرض لتحقيق غاية واحدة ألا وهي عبادة الله وحده ولتحقيق هذا الهدف المشترك على المسلمين أن يتكاتفوا ويساعدوا بعضهم وأن يحب بعضهم الآخر ويتراحموا فيما بينهم ومن الجوانب الأساسية لتحقيق مبدأ الأخوة في الإسلام المحبة وهذا يعني أنه يجب على جميع المسلمين أن يحبوا إخوانهم في الله وعليهم أيضا أن يحبوا لهم ما يحبونه لأنفسهم والجانب الثاني الذي يساعد على تحقيق الأخوة في الإسلام هو الدعم والمساندة المتبادلة بين المسلمين والجانب الثالث الذي يساهم أيضا في بناء الأخوة بين المسلمين هو التراحم والتواد والتعاطف فيما بينهم وذلك يتجاوز مجرد محبة أحدهم للآخر بل يعني مواساة المسلم لأخيه المسلم والتألم لألمه وتعتبر اللباقة والكياسة آخر هذه الأسس والجوانب الضرورية لبناء الأخوة بين المسلمين ولكي يتم ذلك على المسلمين أن يقوموا بأداء حقوقهم تجاه بعضهم بالأفعال وليس بالأقوال فقط فمن رحمة الله أنه سبحانه لم يترك أمور الدين قائمة على افتراضات البشر بلا توضيح لكيفية تطبيقها بل أرشدنا رسوله صلى الله عليه وسلم إلى معرفة حقوقنا وحقوق المسلمين علينا وبين لنا أيضا كيفية أداء هذه الحقوق وبالإضافة إلى ما ذكر أعلى عندما يقوم المسلم باجتناب الأقوال والأعمال المحرمة فإن ذلك ينفعه في المحافظة على علاقاته مع المسلمين فعندما يجتنب المسلم الغيبة والقذف والكذبة والغشة والتجسسة وغيرها من الصفات الذميمة فذلك يعود عليه بالنفع والسلامة إن شاء الله وباختصار إن قام المسلم بتطبيق الإسلام على أكمل وجه فحينها سيبذل الخير للمسلمين ويؤدي حقوقهم عليه وفي المقابل لن يتوقع منهم إلا أن يحسنوا إليه ويقومهم أيضا بما عليهم من حقوق تجاهه وهكذا تتحقق الأخوة بين المسلمين في جميع أنحاء العالم اشتركوا في القناة